مرحبا الله أعطيكم العافية اليوم حنحكي عن كتاب قرأته اسمه الوصايا العشرة لخصتلكوا إياه في بعض النقاط طبعا هذا الكتاب من تأليف ستيفن كوفي وهو باحث وعالم مشهور في السيكولوجي دارس في هارفورد وهو مدير مؤسسة فرانكلين كوفي اللي في واشنطن للقيادة طبعا حصل على جوائز كثيرة الكتاب اسمه الوصايا العشرة أنا لو هغير اسم الكتاب هسميه على أي حال هتفهموا ليش هذا السبب المبدأ الأول هم عشر مبادئ أو عشر وصايا الوصية الأولى بتحكي أنه معلش أنا حق رأياني الناس غير منطقيين ولا تهمهم إلا مصلحتهم الوصية أحبهم أحبهم على أي حال وصيح ثاني إذا فعلت الخير سيتهمك الناس بأن لك دوافع أنانية ودوافع خفية افعل الخير على أي حال الوصيح الثالثة إذا حققت النجاح سوف تكسب أصدقاء مزيفين وأعداء حقيقيين افع إنجح على أي حال أربعة الخير الذي تفعله اليوم سوف ينسى غدا افعل الخير على أي حال خمسة إن الصدق والصراحة يجعلانك عرض للانتقاد كن صادقا وصريحا على أي حال ستة إن أعظم الرجال والنساء الذي يحملون أعظم الأفكار يمكن أن يوقعهم أصغر الرجال والنساء الذين يملكون أصغر العقول احمل أفكارا عظيمة على أي حال سبعة الناس يحبون المستضعفين لكنهم يتبعون المستكبرين جاهد من أجل المستضعفين على أي حال تمانية ما تنفق سنوات في بنائه قد ينهار بين عشية وضحاها ابني على أي حال تسعة الناس في أمس الحاجة إلى المساعدة لكنهم قد يهاجموك إذا ساعدتهم ساعدهم على أي حال عشرة إذا أعطيت العالم أو أعطيت العالم أفضل ما لديك سيرد عليك البعض بالإساءة إذا أعطيت العالم أفضل ما لديك سيرد عليك البعض بالإساءة أعطي العالم أفضل ما لديك على أي حال على أي حال الفيديو هذا طويل شوي بس هو كتاب رائع بوصيكم أحد الوصايا تبعتي إن كنت تقرأوه وحتستفيدوا كتير وإن شاء الله في كتاب آخر نراكم قريبا